عمل دؤوب وجهد حفيث قامت به ملاكات العتبة العباسية المقدسة مساهمة منها في خدمة المجتمع ليس بمحافظة كربلاء فقط بل حتى في عموم العراق حيث زار الأمين العام للعتبة المطهرة أحد مواقع الخدمة في مستشفى الهندية العام العتبة العباسية بعدما أدت واجبها تجاه الزار الكريم وقدمت الخدمات في حدود منطقة العتبة والمرقد الشريف انطلقت بفضل الله سبحانه وتعالى لخدمة المدينة وثم خدمة المجتمع في كل النواحي يعني عندما تحصل أزمات في غضايا دعم الجانب الصحي جانب التعليمي في البلد أي جانب ترى فيه إمكانية في دعم المجتمع لم تقصر العتبة العباسية بهذا المجال على مساحة تقدر بألف وخمسمائة متر مربع أعيد تأهيل هيكل تابع لمستشفى الهندية العام ليكون مخصصا لإنعاش المصابين بفيروس كورونا الوبائي حيث تضمن المشروع خمسا وثلاثين غرفة متكاملة إضافة إلى غرف تخص الكادر الطبي ضمن توقيتات زمنية ومواصفات تصميمية أعدتا لهذا المشروع العمل يتضمن إنشاء خمسة وثلاثين غرفة عبارة عن سويت مجهز بالصحيات الشخص واحد إضافة إلى سيدلية يصبح العدد الكلي ستة وثلاثين غرفة وبعد الانتهاء إن شاء الله راح تكون هناك غرف أضافية لكادر المستشفى طبيعة الموقع هو هيكل قديم كان مغزن بدأت الأعمال بفتحات الشبابيك والأبواب وتكسير الأرضيات لعمل الصحيات المرحلة الثانية كان هو التقطيع الرئيسي للغرف أعمال مستمرة تتسابق مع الزمن كونها بادرة مهمة للسيطرة والحد من تفشي فيروس كورونا لحماية المواطنين وإسناد الدوائر الحكومية التي تعمل لخدمتهم